من المفيد لكل زوجة تفكر بالإنجاب أن تعرف طريقة عمل جسمها وتركيب الجهاز التناسلي لديها وذلك بصورة أفضل وأن تتعرف على كيفية حدوث الحمل بداية من العلاقة الحميمة مرورا بعملية تكوين البويضة ورحلة الحيوان المنوي عبر قناة المهبل حتى يتكون الجنين فيتكون الجهاز التناسلي من أعضاء خارجية وأعضاء داخلية الأعضاء الخارجية التي لها ضر في حماية الجهاز التناسلي من الكائنات الحية المسببة للأمراض وتمكين الحيوانات المنوية من الدخول إلى الجسم الأعضاء الداخلية تتكون من المهبل وهي قناة التصل بعنق الرحم الرحم وهو عضو شبيه بالإجازة قابل للتمدد ليكون ملائما لحجم الجنين ويسمى الجزء السفلي للرحم عنق الرحم ويسمح بدخول الحيوانات المنوية وخروج دم الحيط وتمتلك الأنثى زوج من المبايد وهي غدد بيضوية الشكل على جنبي الرحم تنتج البويضات والهرمونات الجنسية قناتي فالوب وهما قناتان تتصلان بالجزء العلوي للرحم وتمر من خلالهما البويضة من المبيض إلى الرحم ويتم فيهما إخصاب البويضة تعيش الحيوانات المنوية لمدة التراوح بين ثلاث إلى خمس أيام بينما تعيش البويضة من إثنى عشر إلى أربعة وعشرون ساعة ولزيادة احتمال حدوث الحمل لابد من حدوث العلاقة الحميمة بين الزوجين وهذا في اليومين الذين يسبق يوم الإباضة وفي يوم الإباضة أيضا وذلك لضمان وجود حيوانات منوية في قناة فالوب وقت خروج البويضة من المبيض إذا كانت الدورة الشهرية منتظمة وتحدث كل ثمانية وعشرون يوما فيكون موعد الإباضة هو اليوم أربع عشر من أول يوم لنزول دم الحيط أما إذا كانت الدورة غير منتظمة فربما تجد بعض السيدات صعوبة في تحديد موعد الإباضة لذلك من المفيد لمن ترغب بالإنجاب أن تبدأ بمواقبة دورتها الشهرية لدورتين متتاليتين ومن علامات حدوث الإباضة والواجب عليك أن تنتبه إليها زيادة في الإفرازات المهبلية التي تكون سائلة ورطبة بلون بياض البيض وجود ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم ما بين 1 إلى 1.4 درجة مئوية ويمكن الكشف عن تغير درجة الحرارة عن طريق قياس هذه الدرجة كل صباح كما يمكن استخدام أدوات رصد الإباضة والتي تقيس مستوى الهرمون اللوتيني في البول والذي يحفز حدوث الإباضة وبالتالي يمكن معرفة الإباضة